جمال بالماضي لما ننكر أنه جلب للجزائر كأس إفريقيا منذ خمس سنوات ولا ننكر إنجازاته لكن مصلحة الوطن أكبر من الأشخاص لا تقدس المدرب بل نقدس الوطن منذ خمس سنوات بقي المدرب بنفس التشكيلة وبنفس اللاعبين حتى أن كل البلدان أصبح تعرف كيف نلعب ومن سيلعب جمال بالماضي جعل المنتخب الجزائري ملكية خاصة فتارة مشكلة مع الصحافة وتارة أخرى مع اللاعبين وتارة أخرى مع من ينتقده أصبح يحرم الشغب الجزائري من رؤية منتخبهم قبل كل بطولة ويفرض مباريات ودية مغلقة وتدريبات مغلقة وكأننا سنفوز بكأس العالم وفي الأخير تقصى من الدور الأول لا ننكر الإنجازات التي تعد على الأصابع وهي كأس إفريقيا منذ خمس سنوات فقط بينما الإخفاقات كثيرة إقصاء أمام الكاميرون خروج مبكر من بطولة إفريقيا في الكاميرون خمس سنوات إخفاق شكرا لك بالماضي اترك مكانك لآخر لأن محدودية إمكانياتك واضحة وكرة القدم في تطور في الأخير الوطن قبل كل شاء فمثلا مصر في فترة حسن شحاته أخذت أكثر من لقب وعندما رأوا أن المدرب انتهى وقته أقالوه تحيا الجزائر وفقط